تحية طيب أعزائي مشاهدين ومتابعين فضائية العراق التربوية أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط درس اليوم هو عن جهاز مهم جدا يحتاجه الإنسان للحركة من مكان إلى آخر هذا الجهاز عمله وفي دروس سابقة وضحناه مع جهاز آخر لأداء فعل الحركة هذا الجهاز هو الجهاز العضلي حيث يرتبط عمله مع الجهاز الهيكلي حيث هناك نوع من أنواع العضلات التي ترتبط عن طريق الأوتار مع العضلات لأداء فعل الحركة تعالوا معي أعزائي طلبة لكي نوضح ماذا يقصد بالعضلة وما هي أنواع العضلات بالنسبة للعضلة هي التي تتكون من ألياف خيطية أو خلايا نلاحظ أن العضلة هي التي تتكون من ألياف أو خلايا إذن العضلة هي التي تتكون من خلايا وألياف خيطية دقيقة جدا تسمى الويفات العضلية تتجمع مع بعضها مكونة ليفا عضليا والتي تتجمع مرة أخرى مكونة حزمة من الألياف والتي تكون فيما بعد العضلة إذن ننتقل إلى سؤال عرف النسيج العضلي هو نسيج خاص من خلايا متخصصة تمتاز بقابلية على التقلص والانبصاد لأنه مسؤول عن مختلف حركات الجسم ويتكون من خلايا متطاولة تدعى بالألياف العضلية وكمية قليلة من المادة البينية يقسم النسيج العضلي إلى ثلاثة أنواع من العضلات وهي الملساء والهيكلية والقلبية ننتقل إلى تعليل مسؤولية النسيج العضلي عن حركة مختلف أجزاء الجسم وذلك بسبب قابلية على التقلص والانبصاد سؤال عدد أنواع العضلات في جسم الإنسان طبعا عزاء الطلبة العضلات تكون على ثلاثة أنواع ومنها العضلات الهيكلية وأيضا تعرف بالعضلات الجسمية وذلك لارتباطها بالجهاز الهيكلي واللي ترتبط به عن طريق أوتار وهذه هي العضلات المحركة للجسم أيضا عدنا نوع آخر من العضلات الموجودة في داخل أحشاء جسم الإنسان اللي هي العضلات الملساء ونوع ثالث من العضلات اللي هي العضلات القلبية التي توجد حصرا في عضلة القلب ننتقل إلى العضلات الهيكلية وما هي أهم مميزات العضلات الهيكلية أعزائي الطلبة العضلات الهيكلية تعرف أيضا بالعضلات الجسمية هي مجموعة العضلات الجسمية المرتبطة بالهيكل العظمي والتي تحرك جسم الإنسان من مكان إلى آخر تشكل أغلب جسم الإنسان تقلصها يكون تحت سيطرة أو إرادة الفرد وتتكون من خلايا أو ألياف عضلية سطوانية عديدة النواة طويلة جدا قد يصل طولها إلى 130 ملم ننتقل إلى ما هي مميزات العضلات الهيكلية وهذه من الأسئلة الوزارية المتكررة أولا عضلات حمراء اللون مخططة تحتوي على مجموعة من الألياف التي تعمل بتنسيق تام مع بعضها ثانيا عضلات إرادية يمكن السيطرة عليها من قبل الإنسان ثالثا عضلات كبيرة تشكل الجزء الأغلب من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع ترتبط بالعظام عن طريق الأوتار وقسم منها تتصل مباشرة بالعظام وبالجزء المتحرك كما في العين طبعا تمتاز العضلات الهيكلية بأنها عضلات أسطوانية مخططة عديدة النواة جانبية الموقع ننتقل إلى العضلات الملساء سؤال عرف العضلات الملساء وممن تتكون هي العضلات التي توجد في القناة الهضمية وأقسام أخرى من جسم الإنسان وأن تقلص هذه العضلات لا يكون تحت سيطرة الفرد لذا سميت بلا إرادية تتكون من خلايا طويلة مغزلية الشكل تحتوي على نواة بيضوية مركزية الموقع إذن لاحظة عزاء الطلبة الفرق ما بين العضلات الملساء والهيكلية هناك فرق واضح جدا هو أن العضلات الهيكلية تقع تحت سيطرة إرادة الفرد أي تكون إرادية أما العضلات الملساء فهي تكون لا إرادية العضلات الهيكلية ترتبط بالجهاز الهيكلي بينما الملساء ليس لها أي ارتباط بالجهاز الهيكلي هذه تعتبر من الفروق الواضحة ما بين الهيكلية والملساء وأيضا الأنوية تكون عديدة وجانبية الموقع بالنسبة للهيكلية بينما في الملساء تكون مركزية مفردة مركزية الموقع من مميزات العضلات الملساء تتألف من ألياف عضلية مغزلية وحادية النواة تقع في مركزية الخلية وهي غير مخططة عفوا في مركز الخلية وهي غير مخططة عضلات لا إرادية لا يسيطر عليها الشخص كعضلات الأمعاء والأوعية الدموية والمعدة ثالثا لا ترتبط بالجهاز الهيكلي ننتقل إلى العضلات القلبية وما هي مميزات العضلات القلبية إذن العضلات القلبية هي عضلات توجد حصرا داخل عضلة القلب وهذا اللي يميزها عن العضلات الهيكلية والملساء إذن القلبية توجد داخل عضلة القلب توجد داخل جدار عضلة القلب ويكون تقلص هذه العضلات لا إرادي وكل ليف منها يتألف من اللييفات طولية ومخططة وهي بهذه الصفة تشابه العضلة الهيكلية ومخططة عرضيا بصورة تشبه اللييفات اللييف العضلي الهيكلي طبعا ننتقل إلى سؤال ما هي مميزات العضلات القلبية عضلات مخططة حمراء متفرعة أحادية أو متعددة النوى لها أقراص بينية وهي بمثابة الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين من خلايا عضلة القلب هي عضلات لا إرادية وتوجد في عضلة القلب حصرا ننتقل إلى تعريف الأقراص البينية طبعا مهم جدا عزيز الطالب تعريف الأقراص البينية ويعتبر القرص البينية هو من مميزات العضلة القلبية واللي ميزها عن العضلات الهيكلية بسبب وجود التشابه الكبير بين العضلات الهيكلية والقلبية حيث إن كل منهما مخططة وكل منهما تكون استوانية لكن العضلة القلبية تكون أقصر والعضلة القلبية أغلب الأحيان تكون نواة مفردة وفي بعض الأحيان تكون عديدة وأيضا ما يميز العضلة القلبية هو وجود الأقراص البينية هي أقراص مستعرضة تمثل الغشاء الخلوي بين خليتين من خلايا العضلة القلبية وتوجد في القلب تعليل تحتوي العضلات القلبية على أقراص بينية لأنها تمثل الغشاء الخلوي الفاصل بين كل خليتين من خلايا عضلة القلب علل أيضاً تدعي العضلات القلبية والهيكلية بالمخططة طبعاً تعرف بالعضلات المخططة وذلك لأن أليافها العضلية تكون بشكل شرائط عريضة ومضيئة ومعتمة تعطيها الشكل المخطط حيث تبدو أليافها العضلية شرائط عريضة مضيئة ومعتمة متبادلة مع بعضها البعض مما يكسب الألياف تخطيطاً واضحاً ننتقل إلى مقارنة بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساء والعضلات القلبية طبعاً العضلات الهيكلية والعضلات الملساء والعضلات القلبية الهيكلية إرادية الملساء لا إرادية والقلبية لا إرادية الهيكلية مخططة والعضلات الملساء غير مخططة والقلبية مخططة الهيكلية ترتبط بالهيكل العظمي وتمثل جزء أكبر من عضلات الجسم مثل عضلات الساق والذراع الملساء توجد في جدار القناة الهضمية وفي أجزاء أخرى من جسم الإنسان مثل عضلات الأمعاء ولوعية دموية القلبية توجد حصرا داخل القلب الهيكلية تتكون من خلايا وألياف استوانية عديدة النواة طويلة جدا بينما الملساء تتكون من ألياف عضلية مغزلية أحادية النواة والقلبية تتكون من الليف العضل القلبي من عدة لعيفات مرتبة طوليا متفرعة أحادية ومتعددة النواة الأنوية جانبية الموقع بالنسبة في العضلات الهيكلية وبالملساء نواة مركزية الموقع أما العضلات القلبية فنواة مركزية الموقع ننتقل أعزائي الطلبة إلى بعض الأسئلة المهمة اللي هي أوجه التشابه والاختلاف بين العضلات القلبية والملساء أوجه التشابه بين العضلات القلبية والملساء اللاحظ أنه كلاهما ذات فعل لا إرادي ذات نواة مركزية الموقع سؤال أيضا إشرح وظيفة كل نوع من أنواع العضلات العضلات الهيكلية تحرك جسم الإنسان أو جزء منه من مكان إلى آخر العضلات الملساء تحرك المعدة والأمعاء والأحشاء الداخلية والأوعية الدموية والعضلات القلبية تحرك القلب تعليل تسمى العضلات الهيكلية لا إرادية بينما تدعى العضلات الملساء والقلبية لا إرادية طبعا العضلات الهيكلية هي إرادية بينما العضلات القلبية والملساء لا إرادية السبب لأن العضلات الهيكلية يمكن السيطرة عليها من قبل الفرد نفسه لذا سميت إرادية بينما العضلات الملساء أو القلبية لا يكون تقلصها تحت سيطرة الفرد لذا سميت لا إرادية ننتقل أعزائي الطلبة إلى بعض الرسومات المهمة بعض الرسومات المهمة اللي هي رسومات العضلات الملساء اللاحظ هنا كيف أنه يكون مستدق من النهايتين ومنتفخ من الوسط والعضلة القلبية والعضلة الهيكلية هذه ثلاث رسومات مطلوبة منك عزيزي الطالب ننتقل أعزائي الطلبة إلى ميكانيكية تقلص وانبساط العضلات إذن أعزائي الطلبة تعتمد ميكانيكية وتقلص العضلات على القوانين الفيزائية ومبدأ العتلات وإلى اتزان جسم الإنسان وانتناءه ثم توازنه وهناك العديد من العضلات المقربة والمبعدة والباسطة والقابضة سوف نتطرق إليها ضمن جدول إذن يتم عمل العضلات الجسمية مع الهيكل العظمي وفق القوانين الفيزائية ومبدأ العتلات للجسم وانتناءه ثم استقامته ننتقل إلى تعليل عند قيام شخص برافع ثقل ما يجب عليه أن يقوم بتحريك أجزاء أخرى من جسمه كإنفراج القدمين وذلك لتوزيع القوى على أنحاء جسمه وحفظ التوازن أيضا لدينا تعليل عند الركض يلاحظ أن الشخص يمد قدمه اليمنى ويده اليسرى للأمام بينما تكون القدم اليسرى واليد اليمنى للخلف وذلك لغرض توزيع القوى على محور الجسم نوضح ميكانيكية تقلص ومبساط العضلات هناك تنسيق بين عمل العضلات فمثلا في عظم العضد اليد تتقلص العضلة الثنائية فيقترب الساعد نحو العضد وبتقلص العضلة الثلاثية يبتعد الساعد عن العضد أما في الفخذ فإن العضلة الرباعية الفخذية إذن قبضت أصبح الفخذ بامتداد الساب تقسم العضلات إلى عضلات باسطة وعضلات قابضة وهناك عضلات مقربة تقرب الذراع نحو منتصف الصدر مثل العضلة الصدرية الكبيرة وعضلات مبعدة تبعد الذراع عن منتصف الصدر مثالها العضلات الدالية في الكتف وهناك أيضا حركة عضلات القلب والأمعاء والمعدة ننتقل أعزائي الطلبة إلى عمل العضلات يقوم الدماغ بإرسال إعاز إلى العضلة بالحركة عن طريق التفرعات العصبية من النقاع الشوكي وهذه التفرعات تصل بعد ذلك إلى الأعصاب المحيطية بالعضلة حيث يكون هناك ارتباط بين الأعصاب المحيطية والعضلة يعرف بالوصلة العصبية العضلية نؤكد على تعريف الوصلة العصبية العضلية لأنه مهم جدا وزاري وأيضا يحدث التقلص والانبساط حسب نوع الإعاز التي يأتي من النقاع الشوكي من الجهاز العصبي المركزي والتقلص والانبساط يحدث أشبه بالتيار الكهربائي طبعا الوصلة العصبية هي ارتباط خاص تتصل من خلال الأعصاب المحيطية التي ينتقل لها الإعاز القادم لها من النقاع الشوكي بالعضلة الإعياء العضلي أعزائي الطلبة لاحظ أن الإعياء العضلي هو أقصى درجات التعب اللي مر بها الشخص حيث تحتاج العضلة إلى الأوكسجين والكليكوز واللي يكون مصدر للطاقة حيث يقوم الأوكسجين بحرق سكر الكليكوز للحصول على ما فيه من الطاقة وهو أقصى درجات التعب التي تصل إليها العضلة ونتيجة المرور بالإعياء سوف يسبب عدم استجابة العضلة العمل بالرغم من إصدار أوامر لها من الجهاز العصبي وتسارع ضربات القلب وارتفاع درجات الحرارة وتعب شديد وتعرق شديد وننتقل أعزائي الطلبة إلى تعريفين مهمين وهو الصداع والدوار فيحدث الصداع بسبب هو تقلص في عضلات الرئيس نتيجة رداءة قصور الدورة الدموية أو أمراض العين أو أجيوب الأنفية إذن أعزائي الطلبة نتمنى قد استفاديتوا من المواضيع التي طرحناها لكم نتمنى لكم درس منتع آملين اللقاء بكم في درس جديد اشتركوا في القناة